بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد أيها الأحب الكرام السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته نجتمع اليوم لنجيب عن سؤال لطالما يتردد في أدهان بعض الناس خصوصا الشباب والذين عندهم تصورات غريبة عن الحياة والوجود السؤال هو ما الغاية من الحياة لماذا نعيش هذا سؤال يحتار فيه الكثير من المفكرين والفلاسفة وأيضا عامة الناس والبسطاء على حد سواء سؤال نطرحه أحيانا لما نواجه الصعوبات ونواجه متاعب نشعر بالضعف وبالهوان ونتساءل لماذا نحن موجودون ما الهدف من هذه الحياة هذا السؤال على اختصاره يعد من أهم الأسئلة وأوسعها من الناس من ينظر إليه من زاوية فلسفية ومنهم من يراه من زاوية نفسية وآخرون وهم كثر يرونه من زاوية دينية فما الجواب عن هذا السؤال الجواب يستدعي الإجابة عن أسئلة أخرى مرتبطة به وهي ما هو مصدرنا نحن أو من أين أتينا ولماذا نعيش ووفق أي برنامج نسير وإلى أي مصير نمضي وما هو العالم الذي سوف يستقبلنا هل هو عالم العدم والفناء أم عالم الوجود وإذا كان عالم موجود ما نوعية هذا العالم أسئلة كثيرة قد تطرح على نفس الإنسان خصوصا الشباب في سن المراحقة لما يخرج من عنق الزجاجة ويبدأ يفتح عينيه على العالم من حوله كان في البدء لا يرى إلا طفولته الصغيرة ولا يرى بعد ذلك إلا عالمه المتواضع ولما يكبر ينفتح عن العالم وعن النفس البشرية وعن الكون فيبدأ يطرح هذه الأسئلة تلح عليه أسئلة فطرية وجودية فإذا وجد الجواب المقنع شعر بالرحة وشعر بالطمأنينة وتجده ناجحا في حياته مستقرا في كل أموره أما إذا لم يجد الجواب المقنع فهو ما نره في الناس نرى الحيرة ونرى الإضطراب ونرى الصراخ والعويل ونرى الصراعات والفشل ممكن أن نحلل مظاهر السلبية التي في المجتمع قد تكون من أهم أسبابها عدم إيجاد جواب مقنع لهذه الأسئلة الفطرية والوجودية فتعالوا بنا أيها الأحباب الكرام نتعاون على الإجابة عنها ونقنع أبناءنا وبناتنا ونقنع عموم الناس بحقيقة هذا الموضوع الإنسان يبدأ حيته منذ الصرخة الأولى التي يطلقها عند ولدته يبدأ مسلسل الأحداث بالتواري ففي الطفولة الإنسان يشعر بالرغبة في الطعام لأنه يشعر بالجوع وبعد أن يأكل ويشبع يذهب عنه الألم ثم يبدأ يفكر في شيء آخر من غير الطعام بعد أن يكون طفل صغير رضيع كل همه أنه يشبع جوعته لكن بعد أن يكبر قليلا يصير يحب الألعاب ما يسمى بالحب الطفولي يريد اللعب تسمى علاقات اللعب ثم نكبر قليلا قليلا ونحن نكبر تكبر معنا متطلباتنا لهذه الحياة لما يصل الإنسان إلى المستوى التعليمي يبدأ يفكر في الدراسة وأي نوع من الدراسة ومستقبل هذه الدراسة ثم يبدأ يفكر في أحلام الحياة براعم الأحلام تنمو ولما ينجح في الدراسة بعد سنوات طويلة من السهر والبحث والنجاح يحصل على عمل يبحث عن وظيفة فما إن يحصل على الوظيفة ويحصل على الراتب حتى يبدأ يفكر في تكوين أسرة يبحث عن نصفه الآخر عن الزوجة التي تساعده والمرأة تبحث عن الزوج الذي يأخذ بيدها ما إن يتم الزفاف وشهر العسل حتى يبدأ التفكير الجدي في إنجاب الأطفال ثم يبدأ الأطفال يتولون وينشغل الإنسان بتربيتهم وتنشئتهم نشأة حسنة ويصير الإنسان هكذا يبحث عن المال لأن صار عنده نفقات كثيرة ومسؤوليات شتى هكذا يبدأ يعمل ويكد ويجد لجمع المال وبناء حياة رغيدة وتوفير ظروف الحياة الطيبة له ولأسرته ولأولاده ثم بعد مدة يشعر بأنه صار مريض وصار هرم ويبدأ يفكر بأن هناك حفرق صغيرة تنتظر اسمها قبر تكاد تتسع لجسده الذي صار نحيلا وسقيما هكذا هي دورة الحياة قصيرة جدا مثل فيلم قصير فيه فصل الربيع ثم فصل الصيف ثم يأتي الخريف ثم يزدر الستار عن قصة الحياة وهي تتكرر منذ آدم عليه السلام أجيال وأجيال وأجيال لكن الناس إزاء قصة الحياة يختلفون هناك بعض الفلاسفة الغير متدينين أو بعض العامة اللي هم غير متدينين يكادون يعيشون في غفلة كبيرة يقولون نحن نعيش ونستمتع ثم بعد ذلك تنتهي قصة الحياة وندخل في مرحلة ما يسمى بالسبات الأبدي الغير المتدينين الملاحدة هكذا يفكرون نعيش نلعب نلهو وفي غفلة ولما تنتهي قصته يقول سأدخل في مرحلة السوبات الأبدي النهاية لا شيء هذا تفكير بئيس هذا التفكير أشار إليه القرآن العظيم لما قال يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غفلون بعض الناس يعلمون كل شيء عن الدنيا إذا سألته عن الاقتصاد عن السياسة عن كرة القدم عن الأسهم في بريطانيا عن العلاقات الدولية عن مستقبل النمور الأسيوية أي شيء أي شيء تسأله يجيبك بالتفصيل يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا لكن إذا سألته عن الآخرة وسألته إلى مصير إلى أين نسير تجده غافل وهم عن الآخرة هم غافلون قد يعمر الإنسان طويل يعمر ستين سبعين قد يصل إلى مائة سنة لكن هذه الحياة بالله عليكم اسألوا آباءكم وأجدادكم الذين عمروا كثيرا قد يتجاوز الإنسان الثمانين والتسعين سنة ولكن إذا سألته كيف بدت لك الحياة يقول والله كأنها ساعة واحدة ساعة واحدة لهذا ربنا قال ويوم تقوم الساعة يقسم المجرمون ما لبثوا غير ساعة كذلك كانوا يفكون الغير المتدينين والملاحدة والجاحدون للأسف الحياة بالنسبة إليهم هي الغاية غايته أن ينجح في الحياة غايته أن يجمع المال الوفير غايته أن يبلغ أعلى المراتب غايته أن يوفر القوة والسلطة والشهوة التي يرغب فيها ولكن بعد أن يكبر ويشتعل رأسه شيبة ويسير وجه تجاعيد سينتبه ويرى بأنه كان غافلا يقول مرت معظم السنين وحياتي تسير لغاية تافهة كم من الناس الآن كبير في السن إذا سألته يقول لك أنا كنت في أول حياتي أعيش من أجل أمي وأبي وأنا طفل صغير كل العالم حولي أنني أعيش من أجل أمي وأبي وإخوتي أريد أن أشتغل أجمع المال لأنفق على أمي وأبي وإخوتي وأوفر لهم حياة كريمة ثم بعد ذلك لما يتزوج ويصير عنده أولاد يقول سرت أعيش من أجل زوجتي ومن أجل أطفالي وأولادي ثم يسير يسير وهو يقترب من النهاية سيقول سأرحل قريباً عن هذه الدنيا وماذا ذلك ماذا بعد ذلك هذا سؤال مهم سؤال أيها الأحباب الكرام لكي نفهم حقيقة الدنيا ولكي نتمكن من علاج كل الصعوبات وكل المتاعب والقروب التي نواجهها لا يمكن أنك تتغلب على هذه الصعوبات دون أن تجد الجواب المقنع لهذه الأسئلة الإنسان إذا كان يعمل وهو غافل وكل همه هو أن يمتلك الدنيا سيرى بأن كل ما جمعه من مال وكل ما كنزه من ذهب ونقود قد وضاعه في الأبنك وكل ما اشتراه من بيوت وعقارات وأراضي وسيارات سيرى بأنه لما يكبر ويسير هرماً ما عنده حتى القوة للإنفاق وللاستمتاع كم من الناس رأيناهم عندما أموال طائلة ولكن لا يستطيع أن ينفقها على نفسه ما بقيت له قوة ما عنده رغبة ولا شهوة أن يسافر ولا أن يأكل طعام ولا أن يلبس لباس أنيق ما بقي عنده أي شيء ما عنده قدرة على الاستهلاك سيرى بأن كل شيء لا لا طعم له هذا كما قال تعالى الهاكم التكاثر حتى زرتموا المقابر الهاكم التكاثر نحن جميعاً نسعى نحو التكاثر نريد أن نجمع أكبر قدر ممكن من المال وندخره نريد أن نجمع أكبر قدر ممكن من الألقاب والمقامات ونريد أن نجمع ونتكاثر ولكن نحن نسير نحو الضعف ثم تأتي الرحلة إلى الضار الآخرة الهاكم التكاثر حتى زرتموا المقابر هنا يأتي الدين ويذكرنا ويحضر بقوة في حياتنا حياتنا المعاصرة الآن بما فيها من حياة اقتصادية وحياة سياسية وحياة اجتماعية وحياة رياضية وحياة فنية هذه الحيوات المتعددة بما فيها من صخب وفيها من منافسة ومصابقة علينا أن نعلم بأن كل هذه الحياة هي قصيرة جدا وهي فانية والإنسان لا يعيشها إلا مرة واحدة ثم يرحل لن نعيش الحياة إلا مرة واحدة ثم نرحل فعلينا أن ننتبه هذه حقيقة قد تبدو مرة عند الناس لأن الناس يحبون أن يعيشوا السنين الطويلة تصور رجل عمره سبعين سنة إذا سألته كيف مرت كل هذه الأعوام يقول لك مرت في لمح البصر هي هكذا الحياة منذ القدم لاحظ بأن الفراعنة الذين عرفوا في التاريخ خصوصا في مصر عرف فيها حكام يسمون بالفراعنة لماذا لأنهم كانوا يعمرون طويلا كان الرجل منهم يعيش مائتين إلى ثلاثمائة سنة وكانت لهم قوة قوة قوية جدا وعنم أموال كانوا يحسبون بأن الغنى سيجعلهم يعيشون مخلدين حتى إن بعضهم كان لما يموت في قبره في الأهرامات كان يدفن جزءا من ماله في قبره ويظن بأنه سوف يستيقظ من جديد ويرى هذه الأموال نحن نسموه الآن الكنز كان بعض الناس يبحثون عن الكنز في بعض الأراضي كان موجودة لماذا لأن هناك أشخاص أيام زمان في العهود القديمة يعتقدون بأنهم يدخلون إلى القبر ثم يقومون من جديد فيكنزون معهم أموالهم ولكن الحقيقة المرة التي واجهتهم هي أنه من ذهب من هذه الحياة لن يعود أبدا أبدا وأن الأموال التي جمعوها لن تكون لك هي لغيرك لهذا ربنا قال أيحسبون أن ما نمدهم به من مال وبنين نسارع لهم في الخيرات بل لا يشعون لذا قال فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم إنما يريد الله ليعذبهم بها في الحياة الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون للأسف ربنا يتحدث عن النفس البشرية في مختلف مراحل الزمان الإنسان إذا علم بأن كل ما ملكه من الدنيا سيدهب وسوف يفقد قيمتها وسوف يبلمع الزمن هذا الإنسان رغم كل هذا نحن كل نعلم هذه الحقيقة لكن الإنسان لا يزال مرتبطا بممتلكاته لا يزال مرتبطا بمزارعه لا يزال مرتبطا بكل شيء لأنه يحب المال الإنسان هكذا خلاقه الله الإنسان يحب المال ويحب السلطة ويحب الشهوة ويحب التملك سبحان الله الذي قال في كتابه العزيزة زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذغب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرط ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب الناس الذين كانوا لا يعتقلون بالدين من الملاحدة والغير المتدينين كانوا يجدون الجواب لكل أسئلة الدين بأن الحياة هي صدفة الحياة صدفة هكذا يقولون لكن اليوم العلم الحديث الفيزياء والكيمياء والفلك وغير من العلوم صار يثبت استحالة وجود الإنسان والكون صدفة العلم الآن يقول باستحالة وجود هذا الإنسان وهذه الحياة وهذا الكون صدفة وذلك بسبب ما يسمى البصمة الوراثية فراضة البصمة الوراثية لكل إنسان كل إنسان له بصمة وراثية لا تشبه للآخر وهذا جعل العلم يقر بأن هناك خالق مبدع أعطى لكل من البشر بصمته الوراثية التي تميزه عن الآخرين الدين يأتي فيعطينا الجواب من النهاية ويريح أعصابنا ويريح نفوسنا ويجيبنا بأن الذي خلق الحياة وخلق الإنسان وخلق الكون إنه خالق قوي مبدع اسمه الله ولا أحد لا أحد يدعي أنه هو الله ثم إن رب العزة لما أراد أن أن يتعرف على الخلق بعث إليهم رسلا من جنسهم من بني أقوامهم وأرسل إليهم كتب ليعلمونهم بالعلم ثم أراد سبحانه أن الناس يعبدونه وحده ثم يقيمون عمارة الأرض هذا ما أطلب نعبد الخالق ونسعى إلى عمارة الأرض وأن السباق نحو التملك ونحو القوة لا ينبغي أن يكون لأن صاحب الملكي الحقيقي هو الله وصاحب المال الحقيقي هو الله وصاحب السلطة الحقيقية هو الله وصاحب الوجود الكلي هو الله والبشر مهما حاول فإنه لن يصل هو الحق عز وجل وزع حصصا من الملك على من يشاء من عباده وأعطهم نعما مقابل أن يعبدوه ويشكروه فمن شكر فله الرضا ومن لم يشكر ضيع نفسه هكذا جاء الجواب في القرآن وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون طبعا هذه العبادة ليست هي رهبانة كما في بعض المفاهيم الدينية عند المسيحية وعند الهندوس وغيرهم هي رهبانة وانقطاع عن الحياة وعن ملداتها لا نحن الحمد لله ديننا لهو المفهوم الإسلامي أعطنا مفهوم واسع للعبادة وما خلقت الجن والإنس لليعبدون قاله تشمل الصلاة والصوم والزكاة والحج وتشمل كل أفعال الإنسان كل أعمال الإنسان كل أقوال الإنسان كل علاقاته واختراعاته حتى لعبك وحتى استمتاعك كل ذلك عبادة وفي بضع أحدكم صدقة حتى الإنسان لما يكون مع زوجته في العلاقة الزوجية تسمى عبادة وفي بضع أحدكم صدقة وكل عمل يقوم بالإنسان هو يستمتع إذا جعله لله كان عبادة لأنه يستمتع ليحافظ على رشقته وقوته ونقائم زاجه ليستمر وكل حياتي عبادة كل المؤمن يجعل حتى لعبه عبادة قل إن صلاة ونسك ومحياي ومماثي لله رب العالمين هكذا الإنسان يشعر بأنه مستقر ويجد الجواب المقنع لكل الأسئلة الوجودية الإنسان الشاب المسلم إذا سألت الشاب المسلما في مقتبل العمر هذه الأسئلة الوجودية من أنت ولماذا خلقت ولماذا وإلى أين تسير سيقول الذي خلقني هو الله رب العالمين وأرسلني إلى هذه الدنيا وكلفني أن أقضي هذه المدة القصيرة في العبودية له والعمل الصالح وأثناء مسيري هذا أعلم بأنه سوف يختبرني ويمتحنني وعلي أن أعلم هذا مسبقا حتى أصبر إذا وجهتني مصاعب ووجهتني متاعب ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع وأعلم بأن هذه الحياة هي قصيرة وزائلة لهذا لا أتعلق بها ولا أبكي عليها ولا أحزن على مشاكلها لأن سوف تمر في لمح البصر كل ما هو مطلوب مني أن أعمل وأجد لأكون عبدا مطيعا لله تعالى أخذ من الحياة ما يفيدني وما يساعدني على هذه الغاية ولا أهتم ولا أنخدع بالمباهج الفانية ثم أطمح كل أمل رضا الرحمن والفوز بالسعادة الأبدية التي تكون بعد نهاية فرصتنا فوق الأرض ننتقل من عالم الفناء إلى عالم البقاء لهذا يقول هذا الشاب الذي قلبه ممتلئ بالإيمان أنا الآن أعمل وأجد وأنتظر بفارغ الصبر اليوم الذي أمتثل فيه بين يدي رب العالمين هكذا يكون الإنسان متصالحا مع نفسه ومتصالحا مع محيطه ومتصالحا مع الكون من حوله والمؤمن غير غير المتدين أو الملحب لأنه الآخر يعيش وهو في ضنق وقلق لكن المؤمن يعيش رغم مشقة الحياة يشتاق نعم عنده شوق يشتاق إلى الجنة يشتاق إلى رضوان الله ثبارك وتعالى وحتى نفسه لا تتمنى الموت المؤمن لا يتمنى الموت لماذا؟ لأنه يريد أن يعمل أكثر يريد أن يحقق إنجازات أكثر فهو متشبت بالحياة ليس لذاتها لا لأنها مزرعة للآخرة ولأنها فرصة للعمل وخير الناس من طال عمره وحسن عمله ثم تجده في هذا الوجود يشعر بأن الحياة ليست مجرد حياة أو موت بل هي عبارة عن عمل وهي عن اجتهاد ولا يريد أن يضوق طعم الكسل وإنما يريد أن يعمل لأوقات طويلة وينجز ويعطي ويسعد الآخرين ويمسح دموعهم ويشاركهم أفرحهم هكذا الإنسان الحياة فيها أهداف الذي يعيش بلا هدف في الحياة هو أشبه بالميت هناك أناس يعيشون بلا هدف يعيشون إلى أين لست أدري لهذا سهل جدا أن تهجم عليهم مشاعر الحزن واليأس والاكتئاب وصدق من قال حياة مع جد واشتهاد وتعب هي في النهاية فرحة وانتصار فالإنسان أيها الأحباب الكرام باختصار هو مخلوق لكي يسعد لماذا خلقنا الله تعالى أي نعم خلقنا للعبادة وما خلقت الجن والإنس إلي يعبدون ولكن في الحقيقة خلقنا الله تعالى لنكون سعداء سعداء بالعمل في هذه الحياة بالعبادة في هذه الحياة بمواجهة مصاعب نواجه ونبحث عن الحلول ونحن سعداء لكي نصل إلى الآخرة ونحن أكثر سعداء فمن عرف ذلك سوف يسعده الله تعالى وسوف يشعر بالراحة والروح والتفاؤل ويشعر بأنه مكرم وأن الله تفضل علينا بالإيجاد بعد أن كنا عدم وأعطانا السمع والبصر والعقل والفؤاد والإرادة ونسير إلى هذه الغاية فأي الأحباب الكرام سؤالي إليكم لكي نوسع النقاش حول هذا الموضوع حسب تجربتكم الشخصية كيف تنظرون إلى حقيقة الحياة كيف تنظرون إلى حقيقة الوجود هل يطرح على أفكاركم بين الفين والأخرى من أنا من خلقني لماذا أنا موجود وما هو مصيري بعد أن تمضي هذه السنوات هل أعددت له العدة الكافية أريد أن أسمع الجواب من عندكم حسب تجاربكم الخاصة أرقامنا الهاتفية مفتوحة في وجه الجميع وهي 05-22-88-0060 أو 61 أو 62 أو الرقم الهاتفي 05-22-46-72-50 أو 51 أو 52 نبقى إلا الله محمد رسول الله عليها نحيا وعليها نموت وعليها نلقى الله أيها الأحباب الكرام يسعدنا أن نستقبل مكالماتكم كلنا آذان صاغية وقلوب وعية ونبدأها من أجذير نعالى لحنان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام يا مرحبا بك بنتي حنان الله يطول عمرك لله الحمد لله يا مرحبا الله أكبر لا إله 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 الله صور أنني عام در باش دافع بيرمي إيه إياك نعم ونهار الجمعالي هاد الجمعالي فاتت بدوز لكون نعم نجحت فيه زيان ومشيت ليه ملصوقا إيه مشيت مع الجوج أبناء بيكين كتير إيه ولي جات وصلتني النوبة ديالي أنا جاسي اللي نكلف قال لي ما غديش دوزي كتير لاش ولا يحق شرطنوا ديالطنو بالما هو ماش لا إله 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 الله هو يرجعني وصل الامتحان قال لي سيري تفقد أمور ديالكم وأجي. لا. لا يا ربي للحنان يا ربي بنت مستمع كامين نقول امين. يا رحمن يا رحيم يا رب. ودعي لي يمع الوالدة هي ببقى لي في الحياة. الله يخلها لي الله يرحمي الوالد. الله يحفظها ويرعاها ويطولها معها. امين يا يخلي الوالد يا الناس اللي بقى عندهم على قيد الحياة. امين يا بس. امين يا رحمن يا رحيم. شكرا لك بنت حنان حافظك الله ورعاك. حنان اثارت واحد المشكل هو له ارتباط قوي بواقعين المعيش. كان بعض الناس يشعر بانه انه تبع العكوسات تبعها الموانع. وان الاخرين محظوظين في الحياة. هل هذه المسألة موجودة حقا ام لا. نظريا قرأت عنها الكثير. فوجدت انها ان بعض الناس منهم من يؤمن بها. ومنهم من يرفضها. ولكن الواقع لما تعيش مع الناس فعلا كتأكد بانها موجودة. كين بعض الناس كتعشرهم. وكتعيش معهم الحياة اليومية. وكتلقاهم محظوظين. فعلا. كتلقاك فيما مشى كيدق الباب يفتح له. تفتح له الابواب. كيمشي كيجي مباشرة مع الساعة المباركة المسعودة. يلا كتحض القصة عادية الكسكسو. كيجي هوالول في المقدمة. فيما كانش يوزع ولا شي خير غي توزع. كتلقا هوالول في الاتبع. كيقول لي سير الله يجعلك ديما حاضر في الساعة المزيانة. دائما والساعة الخيبة تكون غيب. كتلقا هكذا انسان محظوظ. وكين بالمقابل فعلا كين اوناس كيشعروا بانهم غير محظوظين. دائما يلا كيبغي يقطف تمار جهوده كيجي مع اللحظة الحاسمة اغلقة الابواب. كيجي دائما بعد ان يبدو لمجهود كبير. كتلقا دائما ان انه فاته الاجل. هذا كتسمى العكوسات وكتسمى الموانع. وكين اللي كيشوفه في المنام. لان المنام هو عبارة عن مدى عن سكانر. سكانر دي الانسان هو الرؤية المنامية. كتعرف من خلال حقائق الاشياء. كين اللي كيشوف الله يسترنا ويستركم خيال اسود يتبعه. قد يكون رجل كتلقى معهم امرأة سوداء غير مواضحة المنامح. خيال اسود تابعه. وهربان منه. وبعد مرات كتلقى معاشرة. وكذلك الفتاة. ما حقيقة هذا? هذا ما يسمى بالتابعة. الله احفظنا وإياكم. هالتابعة فعلا هي موجودة. هي روح خبيثة. كما ان القبول والحظ السعيد. هو هو من عند الرحمن. وكيكون فيه ملائكة الرحمن. كتلقى ملائكة الرحمن يسبقونك. كتلقى كنت اغدل واحد العمل صالح. ملائكة الرحمن يسبقونك ويفرشون لك الارض وردا وزهورا. ويجعلون لك القبول عند الخلق. والشيء حقيقي في القرآن الكريم في السنة. حديث النبو الشريف غير طالب العلم. لكي يطلب العلم. ماذا قال عنه النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. وان الملائكة لتضع اجنحتها رضا لطالب العلم. وان طالب العلم او العالم لا يستغفر له كل شيء حتى الحيتان في قاع البحر. كتلقى عنده القبول. كي اللي عنده القبول. وكي اللي لا يسترنوا ويستركم عنده العكوسات. وفي زمن الكورونا هذا سوف يبدو القبول والعكوسات بشكل واضح. كي الناس في زمن الكورونا ازدادوا عزة. وازدادوا مجدا. وازدادوا خيرا. حتى ان هناك واحد منظمة عالمية. كتحسب التروات. وكتحسب النجاحات. قالت بان في زمن الكورونا كل يوم يزداد مليونير جديد. لانه استفاد من هذه التطورات. هذا صحب الحدود السعيدة. وبالمقابل كين الناس في زمن الكورونا. وقع لهم افلاس. ومنهم من وقع له انهيار. ومنهم من كل ما قدم يده. كتلقى دائما لامور بعيدة عنه. هذه ممكن نفسرها بماذا. كين الحد السعيد. وكين الحد التعيس. وكين اللي عنده ما هو اكتر من الحد التعيس. هو اللي عنده التابعة والعياد بالله. ما كتخليش فين حتى يدو كتسبقه. وهالتابعة اه ذكرناها في احدى الحلقات الماضية. كان سيدنا سليمان. نبي الله سليمان. اعطاه الله تعالى انه يفقه منطقة طير. وانه يسخر الرياح. وانه يتحكم في الجن. الغواصين في اعماق البحار. والطيارون فوق السماء. والذين يزحفون بطونه فوق الارض. كان كي يحكم فيهم. فوجد هذه الثابعة. وهي امرأة روح خبيثة لها ذريتها. بحال ملك الموت. ملك الموت واحد. لكن عنده مساعدية. ملك يقبض الروح. ذا الوحيد لانسان. اه لا يمكن ان يتواجد هنا وهنا وهناك. عنده مساعد واتبع. هو كيجي في اللحظة الحاسمة ينفذ امر الله. كذلك هذه الثابعة هي روح خبيثة كبيرة عندها مساعدات. قال لها من انت. قتلي انا الثابعة. انا مخربة الضيار. انا مفرقة الاحباب. انا ماحقة البركة. هاي هذا دورها. هي خلقت للشر. انها مفرقة الاحباب. كتلقاش حمل واحد مجموعين. اه زوج مع الزوجة ديالو. وحنر تقول كلا تطلقوا. فلان طلق فلان. او لعائلة مجموعة لاخوة والاخوات. يقول لك لا تخاصموا. وراهم شوي تحاكموا في المحكمة. واقع لهم نزاع للارت. او واقع لهم نزاع لممتلكات. كم من 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 اصهار كانوا فرحانين. يسافروا جميع ويجمعوا جميع ويكلوا جميع. واصاروا اشد لا اعداء. شي ما بقى يشوف في شي. قال قولي الاسباب. كنا اسباب فعلا كنا اسباب ومسببات منطقية وعقلية. اي نعم. ولكن فوق هذا كنا الثابعة. ملكة حضر كتفرق. قلت لي انا مفرق. انا مفرقة الاحباب. وانا ماحقة البركة. قد قل لي مسكين عندو اسبع صنايع. والرزق ضايع. في محطي الدو. ما كيربحش. في ممشى. كالقلاص دائما والاخر. الناس سبقوه. شراو ديور وبناو وعلوه. وتزوجوه ولدو. وصافروه. ودارو اسماء. ودارو دارو مقامات. هو باقي مازال مضارب. مع الابا جديد الاولى. كتلقى في محطي الدو كتهرب عليه. كيهرب عليه القطار. كتلقى هذا دائما في هذا الحالة. ان مخربة البيوت. كم من بيوت كانت 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 زينة وكانت كلها بالاضواء وبالانوار والزهور الرياحين. صارت خرابا والعياد بالله. هالتبع هي حقيقة. كتسب بعض الناس. ليس المهم ان نتحدث عنها وعن صفتها ومراكز قوتها. لكن المهم ان نتحدث كيف نتفاذاها. كيف نتخلص منها. التخلص منها يكون بطرق عدة. ومتعددة ومتنوعة. لكن اسهلها. وهي اننا نقرأ كل ليلة صورة الليل. كل ليلة. قبل ما النعس. اذا شعرت بانني مرصود من هالتابعة. اقرأ صورة الليل. لفيها مطلعها بعدها اعود بالله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والليل اذا يغشى. والنهار اذا تجلى. وما خلق الذكر والانثى. في ختم الآية الصورة فيها. ولسوف يرضى. ولسوف يرضى. كنقرأها مرة او تلات مرات او خمسة مرات او سبعة مرات بالوثر. نقرأها على الاقل ولغ المرة واحدة كل ليلة. بعد مدة قصيرة. قد تكون سبعة ايام. قد تكون شهر. قد تكون اربعين يوم. ستزول هذه التابعة. ولن يبقى لها اي سلطة عليك. وغتوجد بانك صرت محررة. كنت مقيد اليدين. مقيد الرجلين. مشلول الفكر. وضعيف الحركة. غتشعر بواحد القوة. وغتشعر بواحد الحيوية. وغتشعر بواحد النشاط. إذا ازدع لها. الصلاة على النبي المختار. أشيء قد يوقع لك. ويقال لك الصحيح. وأن الصلاة على النبي. كتجعل الملائكة دين الرحمن. يتواجدون معك. في الحديث الصحيح. أنه كل ما صلي على النبي الكريم. إلا ورائحة طيبة أطيب من المسكي. تصعد. حتى تبلغ عينان السماء. فتقول الملائكة. هذا مجلس يصلى فيه على النبي. فتأتي الملائكة. أنت كتصلى على النبي الكريم. وملائكة الرحمن. عن يمينك. وعن شمالك. ومن أمامك. ومن خلفك. ومن كل جوانبك. وانت غادي كتلق القبول. عكس. عكس الموانع. كي للقبول. كي للفتوحات. الفتح المبين. ركي الناس اللي كي وضعي الدولة التراب. يصير دخبا وفضة ومرجان. كي اللي كي وضعي الدفس زواج. كي يجعل اللهم باركم سعود. كي وضعي الدفش أرض الفلاحة. ربك يدير فيها الخير والباركة والتسير. كي وضعي الدولة الشيبير. كتلقى لا يكاد ينضب من الماء. وهكذا كتلقى في محط الدك يربح. شكون هذا مرضي الوالدين صادق النية. وأيضا الذي يكثر من الصلاة على النبي المختار. بنتي للحنان اللهم تعالى يفرج عليك. أسأل الله تعالى أن يهيئ لك من أمرك رشدا. الله يخلي لك الوالدة ويطول لها العمور. اللهم تعالى يرحم الوالد. يوسع لها الرحمات. والله يعطيك القبول في الأرض وفي السماء. أسأل الله تعالى أينما وضعت يدك تكونين من الفائزات. أسأل الله تعالى أن يهيئ لك من أمرك رشدا. وأن تكون هذه الليلة هي آخر أحزانك وهمومك. اللهم آمين. اللهم آمين. اللهم آمين. يا ربي يا كريم. ونتحول إلى مكناس مع للا سكينا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم سلام. أميك ورايبان كيف حالك؟ أخلا بيك للا سكينا. الحمد لله. لأختيك ربي أخليك. لا يطولنا عمرك. بارك الله فيك ابنتي. سمح لي بزار. يا مرحبا يا مرحبا. يا أختيك. أميك ورايبان لا يخليك. أنا واحدة بنت كنت نخدم على والدي. وحدي مش حال هدي. وانا كان قدم. اي. وكل جني مديان وكان عاونهم وهذا. ودعب مؤخرا اللي جا عندي. اي واحد قدمه. اي واحد بغي يهضر معايا. فيه دار. فيه كون في لول باغيني. وكل شي. فيه يمشي بحالاته. لا يلهي لله. ما تنعرف حتى شي حاجة ما كان عرفش. لاش كيمشي بحالاته. فيه. تقطع لي التليفون. تقطع كل شي ما تنعرفش. لا يلهي. حل مرة كنزعصب. حل مرة كنتقلق. قنقول لاش أنا عندي هات شي. مؤخرا والتي اتلقيت واحدة سيبا. قلت لي عندك التابعة. عندك التحر عندك التوكال عندك بزاف. خلعتني قلت لي قطروري تجي عندي. بشيت عندها. بشيت عندها قلت لي عندك استيحر وتحري لك وتحري لك بشويجك وهذا زمان فيه مقيوصة وكلام وما عمر شي واحد غادي يوصلك وما عمر شي واحد غادي يجي لداركم وما عمرك غادي يدري شي حاجة وعندك حتى الجين ومقيوصة حتى بالجين أنا ما عرفتش تخلعت بزاف تخلع ومعايا واليديا كل شي مخلوع ما عرفتش شنو غادي ينديك صح كان حس براسي مزيرة كان بغي نخرج ممتار كانت صدق نحس بالعنق ديالي من هكا من الكتاب ديالي مقبوطين مزيريني هي بزاف مثلا عرفتش حي يردب واليديا محياة أنا هي تلبكي معرفتش شنو غادي ينديك وهديك سيباخ العازمي وتتقول لي غادي يوقع لك شي حويش خايبين لحول ولا قوتي لبناء وظابتي يقول لي أنتاج لي كما ما تتقول لي أنتاج لي أنتاج إليك وحزة أنا كنت محسك بزاف وفرحت بزافني مش بتتلي الخط وفرحت باش تقول لي أنا أنتاج أتلك أنا تحتطلب كنيسها وكانت لبناء أنه يوقف معي وثبتش ليانديك راني ما بقيت عرفة شنو غادي يالتلفت لاي 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 اتضافة ما عرفتش تجي حاجة وتجهتلك بغيت كدي معايا مثلا دي تجي عاجة خايبة من نار بكل وانا في الغدمة مثلا أدي الناس الله انقطع الخط على سكينة من مكناس بنت سكينة هوني عليك بنت سكينة خصك تعلمي بأن هناك مرتزقة يتكسبون من وراء مثل هذا هذه الأفكار وهذه المفائم الخاطئة لما أقول بأن هناك فعلا الموانع والعكوسات والتابعة رأى ليس بيدك التصور الخطير جدا رأى ممكن نحيدها بطريقة بسيطة ما نحتاج إلى وسط ما نحتاج إلى معالج ما نحتاج إلى راقم ما نحتاج إلى مول البركة ما نحتاج إلى هذه المرأة ومثيلتها نحتاج فقط بنتي أنك كل ليلة قبل أن تنام تقرأ سورة الليل وبالنهار ستكتري من الصلاة على النبي هذا كلام رب العالمين ربي قال لنا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما هذا المبحث كتسمى فضائل وأسرار الصلاة للنبي كتبوا في الناس الكثير علماء جلاء وصلحة يعني يكفي أن كل إنسان يقوم به لا يحتاج إلى وسطة لا يحتاج إلى مساعد محتاج فقط إلى مرشد مرشد وحد الإنسان قرأ لهذا الشيء وتبحر فيه كي يقول لك أهجاد ديري أشغى ديري أن صلى للنبي أن صلى للنبي عشر مرات كما قال ربنا عز وجل في الحديث قال لك من صلى علي صلاة صلى الله عليه عشر ومن صلى علي عشر صلى الله عليه مئة ومن صلى عليه مئة صلى الله عليه ألف ومن صلى عليه ألف زاحم منكب منكبه باب الجنة يوم القيامة هذا من باب القبول هذا علاج بسيط يعني ما قمت به الآن ما هو هو الإرشاد يعني قلت لك ينبغي أن تفعلي فقط هذا والدور لا أزيد عليه يقول لك أجل عندي رأى عندك كذا وكذا وخستكدري كذا يعلمي بأن هناك مرتزقة نسأل الله السلامة والعافية الدور ديانهم أنهم يشيعون هذه الأفكار المخيفة باش تمشيل عندهم ومن بعد يزيدك يقول لك أنت عندك توكال وانت عندك الجن وانت عندك سحر مشموم وانت عندك كذا وكذا وكيبقى يقول لك كلام غريب وكتعود أنت مريد أنت أنت عندك أحد المشكل صغير شد فيك شوية العين من شر حاسد إذا حسد أنت كتغيرش شوية ربما مفرط في الدين وقع لك واحد نوع من تسلط الأرواح الخبيطة بحل ميكروب تخلص منه غير بشيء بسيط جدا بعض الناس كي مرتزقة يدخلك الوحد دواما ويقول لك كين كاداو كين كاداو وكأنه يعلم الغيب ولا يعلم الغيبة في الأرض ولا في السماء إلا الله اللي شفتك يقول لك كين شي حاجة عند علاقة بالغيب اعلمي بأنه خرج من دائرة الدين الصحيح إلى عالم الكهنوت غري يقول لك شي حاجة مرتبطة بالمستقبل بغدة حتى احنا الآن أنت وحد في المعارف بعد دقيقة ما الذي سوف يقع كل ذلك خاص بالله وربنا عز وجل سترى عنا دائرة الغيب هو سترها قال لنا ما تقربوش لها هذه خاصة بي كين بعض الناس كيتجرؤوا وكيمشيوا يقتحموا دائرة الغيب وكيتوصلوا بأرواح خبيثة وبطقوس معينة كيدخل بها إلى عالم الكهنة وبذلك ضيع الدين بدك بنت سكينة ما تتقش بهذا الكلام اعتبر بأنه كل مجرد كلام ديال المرتصقة وما أكثر هم موجودين في كل مكان كتلقاهم يتصيضون الناس اللي هما غير واثقين من أنفسهم الناس اللي هما مدبدبين انت عندك لواحد شيء بسيط جدا مغلوب على أمرك خصك شوية الذكر وخصك شوية عبادة وشوية اليقين بالله وأنك توطد علاقتك بالخالق وصلتك فقط الشيء خاصك هو يقول لك لا عندك الديار عندك توكال عندك الجين العاشق عندك كده عندك كده كيردك مريض وكي يقول لك باشي حلك المشكل خصك كده وكده وكده وكين معروف كين سمعوا كلام شحل ديالناس ضاعت لهم أموالهم خصك واحد البخور خصك واحد دبيحة شكلها كده وكده أشد من بقارة بني إسرائيل باش تلقاها فينا هي وكي يقول لك تمانوها كده وكده وكي يستمد منك هذه الأموال هذا كان كله ابتزاز وأكل أموالس بالباطل وهذه الناس كان يقول لهم إذا كان يسمعوا فيها يتقلوا الله عز وجل اللي بغى الرزق ره موجود عند الله تعالى الرزق موجود الله تعالى اسمه الرزاق وده القوة المتين اقرأ القرآن توسل بأسماء الله الحسنى وخرج تعب وبيعرق جبينك واربي غاد يعطيك رزقك يجيبونك لا تستعمل طرق ملتوية لأنه يؤدي إلى محق البركة كان قول هذا الكلام معلاش حتى عرفت واحد الناس اللي كانوا ساركينها الطريق سلقوا عشرين ثلاثين سنة وهم البدت كتسولهم كيف صرتهم بعد أن مرت عشرين ثلاثين سنة من عمركم في هذا الميدان كتلقى مسكين صار خاوي الوفاد كل ما جمعه من أموال كثيرة بالنصب والإحثيال والضحك على الناس جمعها وفي لحظة من اللحظات ضعت صار مفلس شحاملوا واحد كي جادنين من الإيدا كيقولك عندي دورف دي للدواء أشتكدل في حياتك ثلاثين عام وكانت خدام في هذا القطاع في نمو أموالك ضاعوا كلهم لأن كل ما جاء على باطل وبني على باطل فهو باطل بغيت كابنتي سوكينة ما تتقيش بهذا الكلام إلى هاد الشباب اللي كي يجون عندك يخطبوك ومالبعد ما كيكملوش هدي موضة هدي موضة موضة معروفة عند بعض الشباب علاش استفادوا من جو الحرية احنا عدنا في الوقت الراهن عدنا ما يسمى بالحرية الفردية وعدنا بالعلاقات الشخصية وعدنا بزاف دي المفاهيم اللي ولو الشباب يتفنن كتلقى بأن اليوم كي لقى مع شباب واغدام مع شباب ببساطة كنعرف شباب كنقول لي وريني عافك بابا الريبيرتوار ديالك كتلقى الريبيرتوار دياله عامر بأسماء الفتيات هاي سوكينة وهي عليا وهي كريمة وهي نبيها وهي كده كل مرة يتفنن مع واحدة كده وزن الوقت كلام خاسر لا استحسمه انا اقول له كما كيقولو كيضيع الوقت كيضيع كيستفد من الحر نعم وهد الجو ديال انه ما كيلا حاسيب ولا رقيب وكيبقى كل مرة كي يقضي مع الفتاة بغي نزوج معاك بغي نتعرف عليك اولا ندرس الشخصية ديالك نمشيو نشرب وقهيوة نتلقى هنا نتلقى هنا ومالباكي ولا اسمحي لي كيقطع تليفون كيبدل الرقم هذا كله ما عنده علاقة لا بالعكوسات ولا بالموانع هذا عنده علاقة بالتفاهة ديالبعد الشباب اللي تبقى نقول لهم يتقوا الله تعالى في بنات الناس تنتع عندك اخواتك ويوما ما سيسر عندك بناتك واعلم بانك كما تدين تدن هذه قاعدة لابد ان نضعها نصب اعيننا كما تدين تدن اللي كي يضر الناس وكي اذي الناس رالي يعلم بانه سوف يشرب من نفس الكأس بنت سكينا هذا غير مجرد جو ربما انت قدرك التقيت مع هات الشباب ربي غد يختار لك من عنده باش ربي يختار لك ما تعطيش كعال فرصة للشباب غد تخليك مع الحق سبحانه وتعالى وانت في جوف الليل غد قولي يا ربي اني لا احسن الاختيار فاختر لي من عندك الزوج الصالح يا ربي اني لا احسن التدبير فدبر لي شؤوني وتوكلي على الحي الذي لا يموت وسوف ترين العجائب ترين العجائب كم من اناس اعلمهم وعشت معهم كان كيبقي يقلب واحد صديق ستاشر عام هو كيقلب على الزوجة ستاشر سنة وكي يمشي كي تبع الرزو في المدن والاقاليم دي المملكة كل يومين في مدينة هاو في الجنوب هاو في الشمال وفي الشرق وفينما مشاكي يقلب على الزوجة ستاشر سنة هو كيقلب عليها ما القهاش فما كي القهاش انسانا كي القهار ربما لا تلائمه لا تناسبه واحد مرة يا اخي الكريم ضيعت هاد السنوات كلها وكلها والذي اكتب الان صار في الاعدادي وش حال للاموال ضيعت وش حال للوقت وشوف شيب شوف لاحظ لاحظ هناك شيب شعر أبيض في مفرقك انظر إلى هذه التجائد انظر إلى صفاء عينيك را غادي غادي مجلس صعود غادي النزول فانتبه فابدكي قلها الدعاء اللهم اني لا احسن الاختيار فاختر لي من عندك اللهم لا احسن التذبير فدبر لي شؤوني من عندك قاكدوا له الدعاء واختر لي شؤوني من عندك يعني في الزنقة اللي هي على ظهر الدار ديالهم غاب الصفاء القاها عدم البيسري ووقع الاعجاب وتزوج بها ودباك يعيش في حياة مستقرة يعني كيقول ضيعة سنين دي التعب هنا هنا والغرض ديالك والمطلوب ديالك وقريب منك غير استعين بالله ولا تخشى شيئا مع العلم بنتي سكينة واحد القائدة لابد نذكرك بها ونذكرك بها للناس كاملين وهو أن الزواج قضاء وقادر مبرمون قضاء وقادر مبرمون ماشي اختيار ماشي اختيار يعني من لك انت ما زلت جانين في بطن أمك الله تعالى كتب لك الزوج ديالك معروف بالاسم دياله باللقاب دياله بالبلدة دياله وربع الزوجل سوف يختار الوقت المناسب والكيفية المناسبة ليلاقيك معه فلا تتعجلي خلي على الله تعالى ولا تتعجلي كين بعض الفتيات لا يسترك نمغني نوجهه ما كدلك بعض الفتيات كتشوف راسها كتكبر واخصة تستعجل فكتخرج من دائرة الإيمان وكتدخل دائرة ديال الشعوذة كين واحد الفقه غير ديلك القابول كين واحد الفقه غير ديلك كذا وكذا وغير يجي تلعندك وكيف تتبعها الطرق هذه وتسير إلى عالم العالم ضياء الإنسان يوطن نفسه يربط قلبه بربه يدعو الله تعالى ويوقن بالإجابة ندعو الله ونوقن بالإجابة وسوف ترى عجبة بنتي سكين الله يكملك الرجاء السادة المستمعين الله يجزيكم بألف خير دلوا معنا وحد الفتحة لدى الشابة ولكل بنات المسلمين يا رحمن يا رحمة الشابة اللهم يا رب اصرف عنها الهول واصرف عنها الخوف واصرف عنها الدعر اللهم رزق الطمأنين في قلبها والسكين في نفسها يا رب احفظها من كل سوء واحفظ يا رب من كيد الكائدين وسحر الساحرين والشر الخلق أجمعين اللهم احفظ بالسبع المثان والقرآن العظيم وهيئ لها من أمرها رشدا واختر لها يا مولانا الزوج الصالح الذي يسعد قلبها والذي تنجب منه الذرية الطيبة اللهم واسعد قل قلوب والديها بها اللهم واصرف عنها كل سوء وجميع بناتنا وأبنائنا اللهم احفظهم ورعاهم وبارك فيهم وزدهم إيمانا ويقينة قولوا معنا جميعا أمين آمين آمين يا ربي كريم ونتحول اللحظة إلى أجذير مع أخينا ياسين وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته حياك الله سياسين يا ألف مرحبا بارك الله وفيك دكتور بتغير نستصر معاك دكتور يا مرحبا سيدي إذا كان ممكن الله يجزيك بخير الله هاودي مرحبا الله يعطيك بخير هذا من صغري كبرت بواحد العين ما كتشوش إيه من صغر ما شاء الله كان عندي شوف مش تد نعم إيه 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 أبطيت غادي بالعين هاكك ما إذا ما ما تسوقش ليها وما أعمل لها إيه 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 المتصفنا عندو قلّب لي العين فقال لي يودي العين ما انت ما بق Assist إيه إيه قال لي دبعا ندلي بها واحد العمالية جميلية الله فحتى الالعين عندها نقطة شوية إيه وقال لي إيه هدك شاك 요ريدت بنا عمالية جميلية هي على أساس أن العين تقدر به دماغة حتى الالعين كث به نكث�م اندي العين لي منية كثبا نقص إيه قال لي اذا الى الشوف قال لي انا مقليش غالي تشوف حتى قدروا لها مت جميلية الى كالت العين ماتت لان العرق ديالها الى فيزيبل ديالها ماتوا قدروا لك عيد جميلية ديال البلاستيك او ديال الزاج جميلة كانت حقيقية ولكن لا تبصر هيسي ياسين؟ اي لا اله الا الله قال لي احسب العين لتدخل زعمالا تصارت لك العين اي انا بحلك لا ملتي الى اداب من هيك الدهم اي او قد تصارت لك العين اه فعلا كي اسمها عنك تشوف في العين كد تصارت كد تخطف وكي اسمها عنك شوية شوية عندي بادابة بحل دابا العين ما مقداش مع اخت هذا ذا باي ماني نزال اي نعم قدرر مرات كان كنى وكنا نشوف عايدة كانتتهرد بوحدة اي فعلا او قدتتتتا تقل في الطيب كان يصوب الى احد اللي يبغاش لك اللي بغاش في الطيب كتتقدم من جديد كتصوب كانت تقنية عالية ده مش هلأ عمرك السياسين لا قد داشا الله غادي تكمل مارك الله عيد ميلا السعيد إن شاء الله وانت بقي ما مزوج السياسين لا لا وده بخصك هذه الفرصة أنك تتعني بنفسك وبالصورة ديالك وبالهيئة ديالك مش إن شاء الله تعلم لتقدم العروس ديالك تكون في أبها صورة وأبها أبها حلة بإذن الله إن شاء الله يا رب وخا سياسين الله يكمل لك الرجاء مولاي كنشكروك هذه معاناة سياسين بحكالنا المعاناة دياله حكالنا بأنه شاب وهو في مقطب العمر ملكا صغير يعني يوقع له النقصان في العين دياله وأهمل علاجها هذا درسون بليغ درسون بليغ للآباء وأولياء الأمور ملك يلقوا وحد الوليد أو بنية بقي صغير ما كيعرفش ما كيتحمل والو تشمس أولية هو بحل وحد الكورة في المال حتيك يتلح خاص الولدين يكونوا على بال أخصهم لا بد يقدموا للعلاجات والفحوصات اللازمة لإنقاذ ما يمكن إنقاذه قد يقول الولدين حتى وممسكين ما عارفينش ضروفهم المالية ضعيفة خاص المحيط ديالنا المحيط إن العائلة الخوت العمام الخوال هذا هو القيمة لش ربي عز وجل دلنا الأسرة ودلنا العائلة الأسرة مكونة من الأم والأب والعائلة من الأخوال والخالات والأعمام والعمات العائلة علاش بشي لا قدر الله كانوا واحد الفرد معين من الأسرة اللي كانوا ما عنده قدرة بشي يدير الفعل أو ما عنده علم ولا عرف الآخرين كيتقدموا هذه الأدوة التضامن الأسري والتضامن العائلي فهذه فرصة نستفدو من السياسين أن أي طفل صغير نلقين عنده واحد نقصان إما في البصار إما في السمع إما في الحركة إما في التحصيل العلمي الدكاء دياله نعرف بأننا عنده نقصان تخصوه علاج كلما كان العلاج مبكر كلما تمكننا من تحصيل نتيجة طيبة وكلما تأخرنا كيكبر الإنسان من طفولة كيدخل المراحقة كيدخل النمو الشباب يصير شاقا وصعبا العلاج يسين دبا الآن كالحالة ديالو العين ديالو قعلها موقع الآن ممكن العلاج مما الحمد لله السياسين ما تخافش الطب ره متطور ربما قد تجدوا طبيع أخر أكثر تطورا من الطبيب اللي شفته وفوق كل دي علم عاليم لأن دائما تطور طبي باستمرار يقدر ديالو الطبيب يعني أقصى ما وقع له فهموه أنه غير دياليك وحد العين من زجاج أو من البلاستيك يعني ديالو تجميل ممكن يكون طبيب أخر حادق أكثر وعنده قدرة على العلاج القلق وغير واحد العرق صغير في واحد ناحية معينة يقدر يجبدو ويفرعو ويخلق منه الضوء ومن ثم يزرع العين حقيقية سبق لي أحضرت لناس زرعوا عيون كان نذكر واحد السيدة هنا كان نزعد في الإيد عانيت كانت مسكينة ويصغيرة وقعت لها حديثة وفقدت البصر ديالها وهي جميلة جدا غاية في الجمال ولكن فقدت بصرها ومن ثم صارت صارت حضود الزواج عندها ضعيفة لأنها فقد للبصر وبقات كتكبر 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 والناس ما كيبغو يتقدموا لها تحملوا واحد كيشوفها عند بعد يعجب بها ولكن من اللي كيقترب منها وكيلقى فقدة للبصر كيتراجع إلى الوراء ويوما ما غيجي واحد الرجول واحد شاب وغادي يتزوج بها وغادي يعدو العكاس ديالها وليك يمشي معها ويجي معها وابقى غادي معها ومن البدل عرفت بأن كي العلاج هي ما كانش عن داجة وبعض أهل الإحسان دلت هنا في الإيدة وعاونوها الناس وفعلا قدرت العملية ديال الزرع هنا في الضر البيضاء عند واحد طبيب مشهور كلينيك هنا مشهور وفعلا بعد بضعة أسابيع تم استقدام العين استقداموها من أمريكا وتم زرعوها وفعلا ذاك النهار اللي غا تعد شوف فيه غا ت يحيدونها لبونسمون أنا كنت حضر معهم وكانت في الغرفة وكانت طبيب وكانت زوجوها وكان معنا واحد جدت ناس آخرين من اللي مباشرة غا تحيدون لبونسمون باش تشوف بعينيها أول ما شافت شافت ربعات الرجال أمامها شافت طبيب عرفته مش يزوجوها ذاك لبس 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 ديالطيب بلوزة بيضاء والقاتل آخرين ما عرفش فين هو زوجي قتل بأيكم زوجي عدقا لها أنا فاستعت علاش أنا اخترت هذا الرجال اللي اختارني مش هو مسكين علاقة للحل شعرت بنوع من الإحباط ويدخل في واحد المرض آخر من مرض للفقد البصر خصت فرح بأنها عاد لها بصرها ونجح ولكن تشوف مزيان لكنها دخلت في عالم آخر من اليأس والبؤس لماذا لأنها استضمت بأن الزوج ديالها كانت كترسم لي واحد صورة دهنية جميلة لأنه كان لطيفا معها وكان ودودا ولكن خلقة الله ربنا يخلق ما يشاء فاستهأت فرجعنا للطبيب كيفاش ممكن تعالجه نفسيا وفينا تقول يا بنت الناس هاتسي لده وليكتبو لك الله تعالى وتسيد هو لفعله خير عليك من يرتبط به ربي عز وجل يسترليك العلاج هو زوجك في الدنيا وأي نقص عن الإنسان في الدنيا غالي يكون في الآخرة هو عينه الكمال عاد وكان مع واحد المدفل كان مغلين نقول السياسين را العلاج را ممكن تزيد تقلب أكتر عن بعض الأطباء اللي عندهم خبرة ومهارة بحال المحامين عند قضية في المحكمة كنتمشى عند واحد المحامي يقول لك هواي القضية هال المواضع ديالها يقدر يعطيك واحد النتيجة شبه مرضية إلي اجتهد قليل تمشى عند محامي أخر كتلقى كتلقى مقتدر وكيبحث في التفاصيل كتخلش الجريمة مثلا هاكي يكتفل آخر غير بالعلمات على الجريمة كين دم كين بصامات كين كدا لكن الآخر كيقدر يقلب ربما كين كاميرا تمراقبة جات في واحد طريق هنا يا ربما كان واحد سيد يحمل كدا وكدا في كتفه لم يظهر ربما كيبقي قلب يفتش حتى يلقى لك البراء هكذا الطب بحل المحامات بحل القضاء في الاشتهاد القضائي بحل الفقه كذلك الفقه الذي يعطيك الفهم المباشر وكلك يقدر يفسر لك القضية بتفاصيلها ومقاصدها وأسرارها ففوق كل دي علمين عليم بودك ياسين ما تسيقش ما زال الحمد لله فرصة أمامك تقلب على أطب أخرين وإذا قدر الله تعالى يسنك يسبر هذا هو الذي يمتز به أهل الإيمان أنك ندر الأسباب والكمال على الله إذا وصلنا النتيجة المرضية فابها ونعمة إذا لم نصل نحن من الصابرين يا ما حياتنا مليئة بالعذابات حياتنا مليئة بالإخفاقات ماذا كنا نفعل نصبر وهذاك الصبر مفتاح الفرج مليك تسبر تعود تسبر تعود تسبر الله تعالى يعطيك مفتاح رضا للناس اللي كتلقوا أغنياء وأثرياء ونسل لهم في الحياة الرغيدة قد قعدوا مفتاح الفرج مين جابوها جابوها نصبر رحت هو عنده ما صار حياة مليئة بالإخفاقات وكان كي يصبر وكي يحتسب والصبر مفتاح الفرج فصبر وصبر وصبر فآته الله المفتاح فصار أينما دق الباب فتحت الأبواب أسأل الله الكريم السياسين الله شافك مولاي اللهم تعالى يلاقيك مع الأخيار والأبرار ويهيئ لك من أمريكا رشدا وان شاء الله تنجح لك العملية وانجح لستيتيك ديالها وتكون شاء الله عريس مفرحان وسعيد ورب يعوضك خيرا اللي مشت من هنا ربك يعوضنا من هنا وهنا وهناك هناك قانون التعويضات الإلهية وما أكثره وما أجله وما أجمله أسأل الله أن يحفظك ويرعاك ويبارك فيك ويعلي مقامك في الدين والدنيا والأخرة اللهم أمين يا ربي كريم ونتحول إلى إقليم الخنفرة مع السي عبد الحق وعليكم السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته يا مرحبا بك مولاي بخير الله يطول عمرك الله يبارك فيك الله يجازك بخير يا مرحبا ربك هدرت معي الله يجازك بخير بغي منك واحد دعي والله يجازك بخير عندي واحد البنيعة تهرسات لي الله 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 أنا لشي للسنين ولا تلسنين ونص الله يجازك بخير بس كتدير لي هاشي دعاة يا ربي مش تشافه فيه مرة بغي المستمعين يقولوا آمين يا ربي يا ربي وشي دعوة للوليد راه متوفيش حلم السنة هدي لا يلهي لله الوليدة مسكينتها هي عيانة شيش فيها في هذه اليامات قناعات من الطبا لا يلهي لله الله يجازك بخير الله يرحم لك الوليدين يا ربي كريم أخويا ومع الزوجة ووحد الوليد الوليد راه طلبتك عليه ذاك النارة الحمد لله تاندير علي ذاك الصورة ديالدو خر الله موايك الحمد ايها مولاي ايها اخويا راه تشاف الله يجازك بخير راه راح ذاك الوليدة ويصلح لك الوليدة اللهم أمين مولاي اللهم أمين وموين سوولك عميك وريبا واحد سوء الله يجازك بخير ايه دابا لا معانا دابا غير خدم هنا فانا فكين انا مقليم خنيفة راوني كينفة مارا ايها عم سيدي وانا دابا تن لو بغن سوولك عالقادية دياللوضو ايها فشكت دخول دابا لمرحاة كتسن جواشيم كليك تكمل لوضو ديارك فيها ولا الى ما عندكش تخرج دابا لبرا الى ما عندكش في انت تيسع واش تكمل لوضو كاملت غير لوضو الصغير ايها نعم سيدي ايها اخويا واش ممكن ولا لا لا واخويا بإن الله الله يجازك بي خير الله يرحم لك لو ايها الزوجة باتها در معاك باتها يا مرحبا الله يجازك بي خير واسمح لينا يا مرحبا اخويا نعم سيدي الحاجة لا نصاري كت عارفو ايها نعرفو ايها هذا كراه صاحب انا خدام عند شي ناس انسافه ولا صحابه ولا غصول وقوله عبد الحق وإلا جابتك الوقت هنا التمارى الجرادي مرحبا هالنمرأ عندك واخويا واخستيس عبد الحق واخويا بإن الله شكرا لك شكرا لك اخويا شكرا لك بارك الله وفيك سعب الحق واخستيس السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته بارك الله فكا بنتي الله يطول عمرك للا اه وابغيت نطلبك عمي الكريب امجزك باخر باته ادع لي معا وقت اختيت شكرا لها كملا سقريتا ادع لي معا وحد الوليدة مريضة يشعى لاجي قناعات من طبا عندها شي مرض وابغيتك الدعا معها ادع لي معا بنتي را مع الرسم مسكينه شي ثلثية ما دي بغيت يا ربي سرم يقولي امين تبور لي را مسكينه معدبة يارب مرسم رجلة وما تتعرف فالدري الصور ما تي فاشتع وقع ليمشي هجمتها قدروا لي نوضولة ورغتها يكون فيهم غير صع لا إله إلا الله الله يصل لك الأم ملك الله اللهم أمين شكرا لك للا شكرا لك حافظك الله ورعاك الله لا إله إلا الله شكرا شكرا لا إله إلا الله سبحان الله العظيم دايما كنقولوها وكنعودوها وكنكرروها وهي أن الحمد لله احنا المغاربة ربي سبحانه وتعالى جعل في قلوب المؤمنين والمؤمنين من المغاربين جعل فيهم الإيمان واليقين كنا نقول الأحباب دينا من تقلقوا من شعروا باليأس من شعروا بالغضب إلى شارقنا في مباراة قرية القدام وقع كذا وكذا إلى درنا واحد مشروع سياسي وقع فيه كذا وكذا إلى درنا واحد من تقلقوش لأن رأس المال عدنا احنا المغاربة رأس المال الحقيقي عدنا أشنا هو رأس المال اللي عدنا هو الدين عدنا الحمد لله وكتلمسو في هاد المكالمات اللي كتجي تلقائي كنسمعوا هاد النساء وهاد الرجال وأصلاف وأشكال يعني كتلقى الدين حاضر بالقوة حاضر في القلوب حاضر في العقول الناس مرتبطين بالله الناس يريدون الدعاء إلى الله هذا هو رأس المال الشي الأخر يمشي ويشي نجحنا في الكورة مرحبا ما نجحناش العام طويل نجحنا في السياسة اللهم بارك ما نجحناش نعاود مستثل الانتخابي جديد نجحن في الاقتصاد وهذاك ما نجحناش عاود ربي ينزل المطار وعاود يجي بالله عمزين وغادي الحياة لا تمشي ويجي تزوجتي ما تزوجتي طلقتي كل شي دايز كل شي محصل بعضه إلا الدين إلا الدين له ورس المال الحقيقي وهذا الدين الحمد لله كان قولها ماشي مجاملة ليست مجاملة أبدا هذا بحكم الاتصال بالناس والاحتكاك مع طبقات مختلفات كان نأكده وكان عاود نأكد بأن عادنا الدين عادنا الحمد لله ما عادناش بيترول ما عادناش عادناش بعض الامتيازات لعند دول أخرى ولكن عادنا الدين وهذا الدين النقي حتى الدين غن تكلموا عليه إن شاء الله في الجمعة المقبلة أشكال وألوان ولكن دين الحقيقي الدين الصحيح الدين الفطري الدين النقي كان موجود عدنا في المغرب وموجود في قلوب المغاربة والمغربيات الحمد لله سي عبدالحق فعلا الوليئة ديالك اللي كان كيبكي ديك المرة سورة الدخان إلا كان عدنا الوليئة الصغيرة كيبكي بالليل كان قوله أصابته أمه الصبيان يقدر يكون عنده مرض آخر كانت أطفال الصغر كيبكي وبالليل كانت تكون عنده توتا كيلي كيكون عنده ربما رسم فروق كيلي كيكون عنده ربما غدره غير البرد كيلي غير مش بعش أمو كتردعوك والكمي دي الحليب اللي كتطه أمو من البزولة ما كفاتوش كيبكي كيقدر يكون هذا سبب طبي ولكن كي سبب آخر اللي كتخلي الطفل الصغير الرضيع كيبقي بكي وحلبو كأفضيع كان قوله هذا عنده أمه الصبيان أمه الصبيان مش كنحيدوها كان قرأو صورة الدخان ولم حافظناش أو مقدس نقرأوها كان ودنه كان نرفعو الأدان الله أكبر الله أكبر حي على الصلاة حي على الفلاح كتسمعها وكتهرب في حالة هاد البنية اللي وقع له هرس ما تخافش أخويا ما تخافش لأطفال الصغار والأولياء في عين الشباب عظمهم هو يسير نحو النمو ونحو الاكتمال ما زال الحمد لله عندها هورمونات وخلايا وعندها أعصاب وعندها والكالسيوم اللي في العظام ديالها غادي رمم لهرس أنا كان نقول نهدر معاك لني مهرس حال من مرة وبحالة عمرنا ما كنا مهرسين في الطفولة شحال يما وقعنا وتهرسنا من الليد ومقاونا الحمد لله بخير وعلى ألف خير هلاش لأنك بقي صغير طبعا غير ندي العلاج بسيط وخلاحنا ما كنا نمشوا عند الأطباء كان بعد المرض كنت تهرس في الكوراة ولا في الرياضة ولا كده كنتمشي عند الجبار كان أعتقد واحد مرة الناس غايدروا عندنا العرس العرس عندنا في الحومة وبغاو يدروا القيطون الفوق وواحد فيهم قال يشكو لي طلع اللي طلع يحزم الحبل ويحزم في واحد البوديسة باش يشد القيطون مزيان الفوق ووحتى واحد ما كيت سلنا واحد سيد وانطلع طلعت فازلق بي السلوم وطهت على الركبة دي اليد انفصلت اليد على مقامها كي غندير ما عارش فين غندير كان نشرب الألم غادي الكلينيك غادي الليغجونس واحد شافني واحد سيد قال لي أنا كيني واحد الجبار هنا واحد الخياط خياط جبارة ومع الضورة جاتني ساهلة لأن الليغجونس فيه مصاريف وفيها كدا وكدا تخطل على الجبار قيتو خياط فعلا سبحان الله العظيم الباركة ولما نعطهم ولنا قلت لي وقعت لي ما تكلمش معي مشاك يجري خاد واحد قطعة دي التوب دي الجيم وشعل البوطة وسخن هذك القطعة دي التوب دي الجيم بحل بحل بلاستيكة شخنها مزيان ومالبعد كمت بيها الليد كمت بيها الليد وجاب واحد شوية زيت العود وسخنه مزيان وبدك يدهن وبدك يدوي معي فاش هتقرأ كان قرأ في الاعدادي اشفا يتكون في المستقبل بغي نكون فقه معاصر وش بغيت ندير كده ويطرق ويرد ليد البلاستا وانا هنغوط واحد الغوطة وما البعد دي لها شوية دي التوب وقاد وصبح الله العظيم بعد خمسة عشر يوما كانت لأمور حسنة وبخير وعلى خير فعلاش لأن أول حاجة ونتبق صغير هناك الأمل في العلاج الكلي احنا كل خمس سنوات الجسم دي لنك يتجدد نخافوش الجسم دي لنك يعاودين مو من جديد الأواخ يكون جرح غي تسد نهائيا تكون فتحة غي تسد نهائيا أي حاجة ولكن بشرط خلي عندك المغال طالعا زيان خلي عندك الأمل خلي عندك الشوق خلي عندك الروح الإيجابية رالي كيمرد الناس هو القمط كيعد مقناط ومعنوش عنده اليأس ومتيقش وكيضن في الناس ظن السوء هذا إحباط لكن لا عندك الأمل وحسن الظن ربك يجيب الشيفة فإن شاء الله تعالى هاد البنية الضهشة فيها ويعافيها من هاد الهرس وانطلب الله تعالى يقويها ويعطيها الصحة والعافية وتبقى من العافية الزوجة ديالك سيدة عبدالحق كتسأل واحد سؤال قلت وحد لكلمة في حكمة قاتلك ممي مريضة وقنعت من طب هاد الكلمة في حكمة فعلا كين بعض الناس كيقنع من دواء كيبقى ينتقل من طبيب الطبيب من معالج إلى معالج كيقنع من دواء كيقول لك الطبيب أمرضني الطبيب يعالجني هذه كلمة قال سيدنا أبو بكر الصديق رضي الله عنه لما كان على فراش المرض سولوه قالوا لي هل نأتيك بالطبيب قال الطبيب أمرضني والطبيب هو يعالجني يقصد المولى عز وجل إنسان كيصل وحد مرتبة من العمور وكيشعر بأنه ربما لا يحتاج أن يتنقل من طبيب إلى طبيب من الصحة إلى ما الصحة كيقنع بصحته كيقول لا يصلح العطار ما أفسد الظهر كي يقلس مع رأسه كي يسبح لله كي يسمع القرآن الكريم كي القول داته والحفادة دياله كي يجمع معهم وكي تلقى كي يتألم الله 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 كي يبقى يذكر الله كي يذكر الله بصدق ويقين راه نعمة عظيمة وكل ما تألم وهو مريض وقنع ربي عز وجل كي يجعله يرتقي في مقامات إياك نعبد وإياك نستعين الشريفة الله يشافي الوليدة الله يطول لها العمور اللهم تعالى يخفف عليها ما نزل ويقر عينها بأولادها وبناتها وأحفادها والأخت ديالك نطلب الله تعالى نزق القبول إن شاء الله تعالى تجد عملا رأى الحمد لله الشباب العطل والشابات العطلات رأى كنا واحدة البشارة طيبة هناك إن شاء الله تعالى أمل كبير بأنه غتكون واحد مناصب مالي ديالشغل بالألف في مغربنا العزيز الآن رأى الحكومة رأى منكبة على دراسة هاد المشاريع وغيتكون إن شاء الله في مختلف الوزارات غير وزارة الأوقاف هاد الأسبوع هاد الأسبوع عندها عشرات ديال المناصب كبرى في للمهندسين وللموارد البشرية يعني عشرات مناصب كبرى يعني غير هاد غاوزة الأوقاف وبقيت الوزارة الأخرى كل مرة غنسمعوه والطريقة سهلة إنسان كيدخل إلى الموقع التواصلي ديال الوظيفة العمومية غدقى كل وزارة إلا وتطلب بعض المقاعد للعمال إما مقاعد شاغرة وإما وظائف جديدة كيبحث إنسان بحث قلب قلب وفي نصف الوقت دعو الله دعو الله تعالى وأنت في هاد الفترة ديال أنك ما خدمش كتملأ وقتك بطلب العلم والتعمق في العلم في اللغات الأجنبية تقل العربية ديالك الأولى ثم الفرنسية والإنجليزية وربما الصينية أو اليابانية وتقل العلوم التي تحتاجها تحتاجها تدسل قانون قانون الجنائي قانون توتيق قانون أي قانون في أي باب من الأبواب وتقرأ كذلك العلاقة الدولية وتقرأ كذلك الحياة العامة والإعلام والمعلوميات دائما هذه تقافة عام ما تقرأها وما حدك أنت بقي ما خدمش ملأ الوقت ديالك نعمة تاني مغبون فيهما كثير من الناس الصحة والفراء ما كان فراء قرأ ما رأتخدم ما رأتلقاش للوقت في أن تقرأ وإن شاء الله ربي يكمل لها الرجاء طلب الله تعالى يختار لها واحد العمل يكون ميسر ويكون مبارك رزقه وفير وخيره كثير وتعبه قليل آمين آمين سعبد الحق جوابا على سؤالك الفقهي إنسان كيبغي توضى في المرحاد من اللي كيستنجي الإنسان كيدخل المرحاد فعلا بيت الخلق كيستنجي لكن الوضوء خاصة كل مكان طاهر المكان اللي غن توضى فيه يكون طاهر على الأقل لديك الدائرة لأن يقالس فيها أحيانا قد يتعذر مثلا في الطريق العام دخل وحد المقهى لقى المكان ضيق أو في شيء سكن ضيق ولقى المرحاد ماذا يفعل سيأخذوا وحدلوا من الماء ويفرغوه كان سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم خذوا دنوبا من الماء وأفرغوه عليه عما استرد الماء وأصرفوا على ذاك المرحاد كيستنجي طاهر إن شاء الله ثم تتوضى الوضوء العادي ووضوءك صحيح بإذن الله أسأل الله تعالى أن يرزقنا الخير والبركة والتيسير أسأل الله تعالى أن ينول كلا منا ما يطلبه يا رب إنك أعلم بضمائرنا وأعلم بما في أنفسنا وأعلم بما يجول في خواطرنا اللهم نسألك أن ترزق كلا منا ما يتمنى كل ما عنده من شيء في قلبه وضامره ونفسه أنت أعلم به عجل لنا بالفرج عجلنا بالفرج وأؤكد بأن رسل ما الحقيقي رح نعدنا نحن الحمد لله فرحانين نحن الحمد لله سعداء نحن الحمد لله نفتخر علش حترسل المال الحقيقي ره والدين رأي إياك تشف المال رأي إياك رأتصح بنا مع صحاب المال وش فينا المتائب ديالهم وصح بنا مع رجال السلطة وش فينا المتائب ديالهم وصح بنا مع رجال العلم والفكر وش فينا الغرور ديالهم وصح بنا مع الناس أشكال وألوان 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 وعرفنا بأن الحق وكل الحق هو اللي عنده الدين وعنده اليقين رهو أغنى الناس فاللي عنده يقول نلت ما ونويت نلت ما نويت اللهم أمين يا ربي كريم لا إله إلا الله لا إله إلا الله الجلال الجبار لا إله إلا الله الواحد القهار لا إله إلا الله المطلع الستار لا إله إلا الله خالق الليل والنهار لا إله إلا الله وحده لا شريك له إلها واحدا ونحن له عابدون لا إله إلا الله وحده لا شريك له إلها واحدا ونحن له حامدون لا إله إلا الله وحده لا شريك له إلها واحدة ونحن له شاكرون لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت وهو على كل شيء قدير سبحانك سبحانك ما أعظم شانك سبحانك أنت العظيم الذي عز شانك وأنت الرحيم الذي فاض على الوجود إحسانك وأنت الغفور الذي شمل الناس غفرانك لا حول ولا قوة إلا بك يا رحمن لا حول ولا قوة إلا بالله الحمد لله ثم الحمد لله ثم الحمد لله الذي تواضع كل شيء لعظمته واستسلم كل شيء لقدرته وذل كل شيء لعزته وخضع كل شيء لملكه سبحانه الحمد لله كاشف الغم الحمد لله منفس الكرب الحمد لله مجيب دعوة المدطر إذا دعاه الحمد لله كاشف السوء يا ربنا يا خالقنا إنك تسمع كلامنا وترى مكاننا ولا يخفى عليك شيء من أمرنا نحمدك يا ربنا على كل حال نحمدك على المحبوب والمكروه ونشكرك يا مولانا على نعم لك وأفضالك يا رب يا كريم نؤمن بأن كل ما يقع في الوجود هو أمر مقدر مكتوب أمنا بالمقدر والمكتوب كل من عند ربنا والخير في الواقع لا تقول كيف جرى ولا لما جرى ولكن قل كيف ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن آمنا بالمقدر والمكتوب كل من عند ربنا وتوكلنا على الحي الذي لا يموت الذي لم يتخذ ولد ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا الله أكبر الله أكبر يا الله يا الله يا من تحل به عقد المكاره والشدائد يا الله يا صاحب الفرج يا الله يا صارخ المستصرخين يا الله يا غوت المستغيثين يا الله اللهم إنا نسألك في هذه الساعة المباركة وهذا الوقت المتأخر من الليل لعله ساعة إجابة وساعة رحمة اللهم يا رب إن عبادك من المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات يرفعون أكفة ضراعة إليك تعلم بأحوالنا نسألك يا مولانا أن تجيب دعواتنا يا رب كل من عنده حاجة في قلبه وضميره ونفسه أنت أعلم بها عجل لنا جميعا بالفرج عجل لنا جميعا بالفرج يا صاحب الفرج يا صاحب الفرج أنت المدعو في المهمات والملمات لا ينكشف منها إلا ما كشفت يا رب قد نزل بعبادك ما أنت به عليم هناك المرضى وهناك المحتاجين وهناك الفقراء وهناك المظلومين وهناك المهمومين وهناك يا رب العالمين ما لا يخف عليك شيء من أمرهم نسألك اللهم يا رب أن تكشف الستر وتكشف يا رب العالمين الهم والغم عن عبادك يا رب لا فاتح لما أغلقت ولا ميسر لما عصرت ولا معسر لما يسرت اللهم استر عننا اللهم استر عننا يا رب استر عننا يا رحمن يا رحيم ولا تفضحنا يا أكرم الأكرمين يا حنان ويا منان خد بأيدينا خد بأيدينا وخد ببرقابنا ونواصينا خد بنا في المضايق واكشف لنا وجوه الحقائق ووفقنا لما تحبه وترضاه اللهم يا رب ألطف بنا ألطف بنا يا رب ألطف بنا في اليقاضة والنوم ألطف بنا في الحركة والسكون ألطف بنا في السفر والحضر ألطف بنا في كل وقت وحيم ألطف بنا بأولادنا وأهلنا وأحبابنا اللهم ألطف بنا كما لطفت بالأجنة في بطون أمهاتها ألطف بنا في قضائك ألطف بنا في قدرك يا رب إنك قدرت علينا الأقدار ونحن يا رحمن يا رحيم مستسلمون ونحن يا رب العالمين راضون وخاضعون اللهم اجعل قدرك يتبعه اللطف اللهم اجعل قدرك يتبعه اللطف يا لطيفا بعباده يا لطيفا بعباده اعصمنا من الزلل اعصمنا من الزلل ولا تسلب عنا إحسانك لا تسلب عنا إحسانك اللهم قينا مصارع السوء اللهم قينا مصارع السوء والطف بنا في سائل التسرفات واكفنا من جميع جهات اللهم يا رب العالمين وافتح لنا باب الفرج اللهم افتح لنا باب الفرج وهب لنا من لدنك رحمة وصلاحة اللهم يا رحمن يا رحيم إن عبادا لك قد أصابتهم مصائب وقد ألمت بهم هموم وضاقوا درعا وتحيروا فيما نزل بهم وضعفوا عن حمل الأثقال يا رب العالمين أنت القادر على كشف ما قد وقعنا فيه أجمعين يا رحمن يا رحيم افتح لنا باب الفرج وهيئ لنا من أمرنا رشدا يا حنان يا منان يا عظيم الشان نقول يا كريم كما علمتنا أن نقول حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الرب من العباد حسبنا الخالق من المخلوقين حسبنا الرازق من المرزقين حسبنا الذي هو حسبنا حسبنا الله الذي لا إله إلا هو كفى وعليه توكلنا وهو رب العرش العظيم اللهم يا رحمن يا رحيم يا ودود يا كريم نسألك اللهم في هذه الساعة يا رحمن يا رحيم أن تفتح لنا أبواب التيسير إلهنا لبيك وسعديك لبيك وسعديك والخير كله في يديك والشر ليس إليك نحن بك وإليك تبارك ربنا وتعاليت اللهم يا رب بحق قولك ليس لها من دون الله كاشفة ليس لها من دون الله كاشفة اللهم اكشف عنا كل بلوى اللهم اكشف عنا كل شر اللهم اكشف عنا كل ضر اللهم اكشف عنا كل بلاء ليس لها من دون الله كاشفة يا علم كل خفية يا صارف كل بلية اللهم اكشف عنا السوء اللهم تداركنا برحمتك وآغتنا يا كريم يا رحمن يا رحيم يا كاشف الغم يا كاشف الهم يا مفرج الكرب يا من أمره إذا أرد شيئا حسبه أن يقول كن فيكون اللهم يا رب نسألك في هذه الليلة وفي هذه الساعة المباركة كل من عنده حاجة في قلبه وضامره ونفسه تحبه وترضاه اللهم عجل لنا بالفرج اللهم عجل لنا بالفرج اللهم عجل لنا بالفرج اللهم كل من كان مريض اشفه وعافه وداوه أنت الطبيب وأنت المعالج وأنت على كل شيء قدير أنت طبيبنا يا رب العالمين اشفنا من جميع الأمراض البدنية واشفنا من جميع الأمراض الروحية واشفنا من جميع الأمراض النفسية واشفنا من جميع الأمراض العقلية اشفنا من كل داء وكل سقم رب الناس اذهب الباس اشفي انت الشافي لا شفاء الا شفاءك شفاء لا يغادر سقما ولا يبقي الماء اللهم يا رب العالمين يا مجيب الدعوات اصلح الاولاد والبنات اللهم اصلح الاولاد والبنات اللهم كل من عنده اولاد وكل من عنده بنات اللهم اهدهم الى صراطك المستقيم واجعلهم يا ربنا مرضيين اجعلهم مهديين اجعلهم على الاستقامة والثقوى اللهم اجعلهم مقيمين للصلاة واجعلهم يهتمون بدراساتهم ويهتمون بما ينفعهم واصرف عنهم اصدقاء السوء واصرف عنهم يا رب العالمين كل ما يضرهم واجعلهم قرة عيون ابائهم وامهاتهم اللهم يا رب ومن لم يكن عنده اولاد يا رب بشره بالدرية الطيبة بشره بالتوأم بالذكر والانتة اللهم اصلح بين الازواج والزوجات الف بين قلوبهم واصلح دات بينهم اللهم اجعل بين كل زوج وزوج محبة ومودة متجددة اللهم يا رب واطفئ الغضب اطفئ الاحزان اللهم نقهم من الاكدار اللهم يا رب ومن لم تكن متزوجة اللهم اختر لها الزوج الصالح ومن لم يكن متزوجة اختر له يا رب الشريك الفالح اللهم من كان مطلقا او مطلقة عوضهم خيرا مما ضع عوضهم يا ربنا خيرا مما ضع وارزقهم يا رب فرصة تكون اجمل واكمل من الذي مضع اللهم يا رب العالمين احفظنا من كل سوء سبحانك سبحانك يا دلجلال والاكرام يا كريم العفو يا كاشف البلاء العظيم يا عون الضعفاء يا منقذ الغرقى يا منجي الهلكة اللهم ان نرفع اكفة ضراعة اليك ان تفرج عنا يا واحد يا احد يا واحد يا احد يا جواد انفحنا منك بنفحة خير انك على كل شيء قدير اللهم يا رب سجد لك لسواد الليل وسجد لك نور النهار وسجد لك شعاع الشمس وسجد لك دوي الماء وسجد لك حفيف الشجر سبحانك سبحانك كل شيء خضع لسلطانك اللهم يا رب العالمين يا مسهل الشديد يا ملين الحديد يا منجز الوعيد يا من هو كل يوم في امر جديد اخرجنا جميعا من حلق الضيق الى اوسع الطريق اخرجنا من حلق الضيق الى اوسع الطريق بك ندفع ما لا نطيق ولا حول ولا قوة الا بك يا رب العالمين يا امان الخائفين يا غياث المستغيثين يا مجيب دعوى المضطرين اللهم كل من كان عنده فاقف المال وانت الرزاق وانت الغني وانت الجواد وانت الكريم ارزقنا وياهم جميعا رزقا حلالا طيبا اللهم اقضي الدين عن المدينين اللهم اقضي الدين عن المدينين وافتح لنا جميعا ابواب الرزق وافتح لنا جميعا ابواب العطاء وافتح لنا جميعا ابواب الكرم واجعل ايدينا هي العليا بالعطاء ولا تجعلها أبدا هي السفلة بالاستعطاء واجعلنا يا ربنا من عبادك الصالحين اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من عبادك الراشدين اللهم يسر ولا تعسل اللهم يسر ولا تعسل يا رحمن يا رحيم لا تردنا خائبين يا رب إننا ببابك واقفون اللهم لتصرفنا عن بحر جودك خاسرين ولا ضالين ولا مضلين واغفر لنا إلى يوم الدين وحينا في الدنيا مؤمنين طائعين وتوفنا مسلمين تائبين وارحم تضرعنا بين يديك ارحم تضرعنا بين يديك وكلنا يا مولانا ولا تكن علينا كلنا يا مولانا ولا تكن علينا قومنا إذا عوججنا اللهم واجعلنا من عبادك الأبرار الأخيار واجعلنا من أهلك وخاصتك واجعلنا من المتمسكين بكتابك وسنة من نبيك المصطفى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم آمين آمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اشتركوا في القناة